تعهدت الحكومة المصرية باسترداد الأراضي المعتدى عليها في مختلف المحافظات وذلك على الرغم من الاشتباكات التي وقعت في جزيرة الوراق بالجيزة بين الأهل والشرطة التي كانت تنفذ قرارات إزالة التعديات في المنطقة وهو ما أثار تساؤلات حول ما إذا كانت الحكومة ستنفذ القرارات التي أعلنتها باستعادة أملك الدولة أم ستراعي البعد الإنسانية والاجتماعية للقضية؟ المزيد من التفاصيل في التقرير التالي كاشفت أزمة جزيرة الوراق بالجيزة التي تفجرت مؤخرا عن مدى الصعوبات التي تواجه الحكومة المصرية في استرداد أملاك الدولة التي تم الاعتداء عليها منذ سنوات فخلال محاولات قوات الأمن المكلفة بإزالة المباني المخالفة المقامة على أراضي الدولة انتلعت اشتباكات مع الأهالي الغاضبين وقتل خلالها أحد المواطنين فيما أصيب العشرات من الشرطة والأهالي نواب في البرلمان والسياسيون طالبوا الحكومة بأهمية مراعاة البعد الإنساني خلال تنفيذ هذه الحملات هناك جانب اجتماعي مهم لا يجب التغاضي عنه بأي حال من الأحوال هؤلاء ناس سكنوا في هذه المناطق منذ عشرات السنين يجب توفيق أوضعهم والتوصل معهم إلى حلول لأن الحل الأمني لا يؤدي إلى النتيجة تذكر بل بالعكس يؤدي إلى ما رأيناه من مشاكل وأزمات المتحدث باسم مجلس الوزراء أكد أن إزالة التعديات بجزيرة الوراق كانت ضمن القرارات التي اتخذتها الدولة والمقصود بها الأراضي غير المزروعة والمباني الخالية من السكان مشددا على أن الحكومة عازمة على الاستمرار في إزالة التعديات على أراضي الدولة كل مالك يسترد حقوقه إذا كانت أموال دولة تعود للدولة إذا كانت أموال فردية تعود للأفراد فكل صاحب مال يعود له ماله للدولة عليها أعباء في نهضة تعليمية ثقافية اجتماعية صحية فلابد أن لكي تقوم بدورها لابد أن تستعيد أموالها إذا كانت اقتصبت في عصور سابقة إحنا مرضناش عنها أو أقصيناها لابد أن تعود هذه الأموال إلى صاحبها كشف التقرير الأخير الصادر عن جهاز حماية الأراضي بوزارة الزراعة أن مساحات التعدي على الأراضي الزراعية بلغت 70.523 فدانا منذ يناير عام 2011 وحتى الآن وأن ما تمت إزالته 21 ألف فدان فقط وهو ما جعل الرئيس عبد الفتاح السيسي يصدر قرارا في فبراير عام 2016 بتشكيل لجنة الاسترداد أراضي الدولة إلا أنها واجهت الكثير من العراقيل تشكل مشكلة التعديات على أراضي الدولة صداعا في رأس الحكومة التي بات أمامها خياران إما أن تسترد أراضيها التي تم الاعتداء عليها وإما أن تراعي الجانب الإنساني والاجتماعي للمواطنين مستجاب عبدالله سجدئين العربية القاهرة